صباح الخير ويا رب دايما بكرة أحلى من النهاردة ويا رب دايما ما نقلقش ودايما نحب بلدنا ودايما نديها كل اللي عندنا إنها بجد محتاجة لنا صباح الخير رانية صباح الخير صارة صباح الخير مشاهدي ناين لايف منهارك ودايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل نهاردة 25 عشرة 2011 ومبارح تم الاتفاق برضو على 25 مسجون مصري في السجون الإسرائيلية وفي تبادل ما بين مصر وإسرائيل بال25 مسجون مصري في السجون الإسرائيلية بايلان أو إيلان اللي هو طبعا الجاسوس الإسرائيلي اللي تمسك في صورة 25 يناير اتفاقية على فكرة فيها حاجات تانية لبعض الناس اللي كانت بيتفكر أنا من ضمنهم كنت مبارح فقط الصحافة بقول أنه مش 25 ولا 28 ما فدي بقى ألف زيل إنما في حاجات تانية الجهات الأمنية بتقول إنه فيه اتفاق آخر بعدة مواضيع إنما لن تعلن إذا كانت أمنية أو عسكرية أو كده نصد كل الثقة بالمخابرات المصرية ونصد كل الثقة بالقائمين على الأمن المصري في تعاملهم مع الإسرائيليين حقيقي أشرف النهاردة كماني صراحة يبقى عندنا فقرات أعتقد كتيرة جدا جدا أنا عايز أقول بس أنه فقرة الصحافة هيكون معنا الضيفة بتاعتنا الصحفية أمينة خيري ده غير كمان هيكون معنا دكتور جورج ماهر هو منصق لحملة 120 قافلة طبية لمرض السكر دي فكرتها إنه فيه 120 قافلة هتجوب محافظات علشان تمرد أو تشفي 120 وعشرين محافظة منهم الناس اللي عندهم سكر سواء صغيرين أو كبار الناس اللي غير قادرين على العلاج نعم كمان هيكون معنا فقرة مهمة جدا وهي الحقيقة حال الشارع المصري وحال العام في مصر وهو حزننا الشديد على اللي بيحصل ما بين القضاء والمحامين الحقيقة وحزني أنا الشديد لو بتكلم عن نفسي يعني عشان محملش أي حد مسؤولية إنما الحقيقة لما أهل العدل وأهل الحكمة وأهل القرار يوصلوا إنه هما ما يروحوش المحاكم علشان أي سلب أيا كان هو إيه وفي نفس الوقت اللي بينطأ بلسان القضاء اللي هو المحامي هما اللي اتنين بيعملوا في عمل واحد يحصل ده ما بينهم أعتقد أن دي ممكن تعرض كل الناس لمشكلة وتعرض مصر لمشكلة في الأول في الأخر بنقوله ده مش وقته النهاردة هنحاول نتكلم مع المحامي وهنحاول نتكلم كمان مع القادي علشان نحاول نفهم ونقرب وجهات النظر وارد أن احنا يكون في حاجة مش رهمينها وارد أنه فعلا يكون فيه مشكلة حقيقية زي ما الناس بتقول أنه دي مشاكل مفتعلة فحقيقي لازم نهتم بالموضوع وأعتقد أنه إن شاء الله جاري حله والحسم فيه لأنه لا نستغنى عن القضاء وطبعا ما نقدرش نعيش بدون محاما ده بال طبعا الفقرة الخاصة اللي قالت بموضوع المحاما والقضاء معنا في الفقرة الخاصة بالمحاميين الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة والخاص بي القضاء المستشار سعيد محمد متحدث الرسم باسم لجنس المستشار ميكي والمحامي العام بنيابة النقد ذا بالإضافة إلى فقرة خاصة رياضية عن القورة واللي بيحدث في القورة اليومين دول فقرة الصحافة هي الفقرة الجاية مع زملتي سارة وأمينة خيري الصحفية في جريدة الحياة اللندنية نهاركو دايما سعيد